بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الله الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء الله النهاردة معنا محاضرة جديدة في مادة Mathematics 2 وان شاء الله في المحاضرة دي هنتكلم بشكل رئيسي على Determines أو المحددات المحددات من الموضوعات المهمة جدا واللي فيها قلنا جزء بسيط كده للناس اللي طبعا مذاكرة كويس وتابعت المحاضرة السابقة يعني تطرقنا الجزء بسيط من Determint وطبعا كانت جزئية سهلة جدا وما فيهاش اي مشكلة النهاردة هناخد Advanced بقى للموضوع ده وان شاء الله المحاضرة هتكون سهلة وياريت ارجو من الجميع التركيز في المحاضرة زي ما احنا متعودين دايما بالنوع في زي Lecture Outline أو Overview عن اللي هنقوله في المحاضرة اول حاجة هتكلم بشكل رئيسي على Definition أو التعريف العميق لفكرة Determint واو المحددات بعدها هنتكلم بشكل رئيسي على Determint لماتريكس 2 في 2 لو انا عندي مصفوفة 2 في 2 ازاي اقدر اجيب لها Determint كمان هتكلم على Determint بس في حالة كمان لو عندي متريكس بقى اكبر شوية 3 في 3 ثلاثة في 3 أو 3x3 متريكس في الحالة دي بنلاقي انه عندنا طريقتين فانا اشرح الطريقتين سواء الطريقة الاولى او الطريقة التانية واحق لاي حد فيه ويختار الطريقة اللي تكون مناسبة او شايفها اسهل في الحال وبالتالي احنا هيكون عندنا طريقتين لحساب Determint في حالة الثريب واي ثري متريكس فتعالوا نشوف الأول أولاً الديفنيشن الخاص الديفنيشن الخاص بالديتيرمنت احنا أولاً زي ما اتفقنا من المحاضرة السابقة الناس اللي ركزت فيها انه ده الرمز العام زي ما حضراتكو شايفين الرمز العام انا بعمل خطين بالشكل ده او ان انا اقول دي تي ايه للماتريكس لو الماتريكس اسمها ايه يبقى انا بقول ايه يبقى دي اي تي بين قسين الاي لو عايز اجيب او اقول ما بين علامتين كده اللي هي الخطين دول واقول الاي بتسوي كذا ده دليل ان انا بقول ان ده الديتيرمنت اللي انا عاوز اجيب قيمته اذا في عندي او شكل عام للديتيرمنت سواء كان خطين بالشكل ده او ان انا اقول دي اي تي بين قسين اي فدي كلها علامات كمان في عندي علامة المسلس دي وردو بتدل على ان انا بقول ان ده الديتيرمنت لو عايز اقول كنتيشن يعني او كرمز لي الاي لي الديتيرمنت او المحددات طيب انا دلوقتي لو عندي اا محدد المصفوفة دي اي فاحنا قلنا ان ليها خطين بالشكل زي ما حضراتكم شايفين الخطين دول انا عاوز اجيب المحدد لي المصفوفة اللي قدامكو دي فبعمل ايه فبقول دف ده ناقص دف ده وطبعا الناس الفاكرة الكلام ده قلناه قبل كده دف ده ناقص دف ده يعني اي وان وان مضروبة في اتنين اتنين اهو ناقص اي وان تو في اي تو وان تمام كده يبقى ده هيقدر يجيب لي قيمة المحدد قيمة المحدد هتطلع قيمة رقمية وحيدة زي ما عملناها قبل كده يبقى ده بالنسبة لا يا جماعة ده بالنسبة ازاي اقدر اجيب قيمة المحدد للمصفوفة اتنين في اتنين تمام طيب اعنا انا بقول في السطر بقول لكم ايه في السطر الاخير بقول لكم ان النوتاشن لديترمنت الاي is also used as a determined of a يعني الدي اي تي اي دي هي برضو تعتبر هي ديترمنت للاي السطر اللي قبله كنت بقول هنا انه observe that the determined of a 2x2 matrix is given by the different of the products of the two diagonals of the matrix يعني ايه يعني عايز اقول هنا انه الديترمنت او المحدد بجيبه عن طريق عملية الضرب المختلفة ما بين الايه التو دياجونالز اللي هما القطرين الرئيس الاكتار يعني ده قطر وده قطر فانا بضرب دف ده نقص دف ده اللي هي الفكرة اللي انا قلتنا هنا فدع بس عشان لو عايزين تفهموا بشكل تفصيلي كل الجملة موجودة في الايه في السلايد عايزة برضو اتماعن اكتر في شكل الماتريكس اللي انا اشتغل عليها عشان اجيب ليها فانا لو عندي دي ماتريكس مثلا بالشكل ده وطبعا لاني بجيب المحدد ليها فخلتها في علامات خطين بالشكل ده عشان ترمز لي لي المحدد لان دي رمز الايه رمز المحدد طيب الفكرة الرئيسية هنا ايه بقى فكرة اللي انا عايزة اكتو تعرفوها من السلايد دي بشكل عام هو الاتي انه انا هنا الماتريكس دي اولا كان في كام دي ان ان في ان تمام عدد الصفوف بيسوي عدد الاعمدة لان دي ماتريكس اللي احنا اتفقنا الديترمنت عموما اللي انا عايزة اقوله انه لازم اجيب الديترمنت لسكوير ماتريكس واحنا عارفين انه نوع الاسكوير ماتريكس يعني ايه يعني ما صفوها مربعة يعني اتنين في اتنين ثلاثة في ثلاثة اربعة في اربعة خمسة في خمسة ستة في ستة دي كلها اشكال ايه يا جماعة دي كلها اشكال لاجاد قيمة المحدد ولكن للسكوير ماتريكس يعني لازم لما اجيجيب المحدد لازم اجيبه المصفوفة سكوير يبقى دي لو انا اجيت اقول مثلا هل صح ولا غلط سؤال صح ولا غلط يمكن ايجاد المحدد لمصفوفة غير مربعة صح ولا غلط لا غلط لازم يكون ايه لازم تكون سكوير ايه سكوير ماتريكس عشان اقدر اجيب المحدد ليها of order n سواء الان دي لو بواحد يبقى معناه ان المصفوفة دي واحد في واحد لو الان هنا بخمسة يبقى خمسة في خمسة يبقى برضو مربعة لان عدد الصفوف يساوي عدد الاعمدة تمام يبقى ايزا ده الفكرة اللي عايز اقولها من فكرة الايه المحدد تمام هنا بقى بالنسبة للماتريكس اللي قدامنا انا هنا برضو عايز ااكد تاني الماتريكس هنا او ليه بقولها هنا ليه عشان احدد تاني فكرة انه انا هنا ده سكوير ماتريكس عرفت ازاي ان دي سكوير ماتريكس عشان دي كان في كام دي اتنين في اتنين دي كان في كام تلاتة في تلاتة خلاص يعني أقدر أجيب لدي المحدد وأقدر أجيب لدي المحدد يبقى دي الحالتين اللي إحنا نشتغل عليهم إن شاء الله ومحاضرة النهاردة هجيب لهم الإيه؟ هجيب لهم المحدد سواء هجيب لحالة 2 في 2 أو في حالة كام؟ 3 في 3 تمام؟ طيب لو جيت أجيب المحدد سؤال بقى للناس اللي مذكرها من قبل كده لو جيت أجيب المحدد وطلع بصفر ده معنا أن الماتريكس دي هتسمى إيه؟ هتسمى سينجلر ماتريكس إحنا اتفقنا على ده الكلام ده من المرة اللي فاتت طيب خلينا نشوف بقى مع بعض الماتريكس اللي فاتوا شوفوا كانوا شكلهم عامل إزاي؟ كانوا عاملين كده فوق أقواص عاملة كده ليه بقى؟ عشان كان أنا كنت بسميهم ماتريكس دلوقتي أنا جيت أجيب الديتيرمنت ليهم فهيبقى شكلهم عامل إزاي؟ خطين كده تمام؟ طيب دي ماتريكس كم في كم؟ اتنين في اتنين طيب دي ماتريكس كم في كم؟ تلاتة في تلاتة إزا أنا أقدر أجيب الديتيرمنت سواء لماتريكس اتنين في اتنين أو تلاتة في تلاتة ليه بقدر أعمل ده؟ عشان إحنا عرفنا خلاص يا جماعة أنه أقدر أجيب المحدد لمصفوفة مربعة فالموضوع كده مفوش أي مشكلة خالص تمام؟ يبقى ده فكرة الإيه المحدد سواء كان في تلاتة في تلاتة أو في اتنين في اتنين إحنا قلنا إن إحنا إن شاء الله نشرحهم بشكل تفصيلي بحيث نشرح في المحاضرة الفكرة للموضوع ده دلوقتي إيه الدور على إيه؟ خلاص إحنا قلنا المحدد وقلنا رموزه والنوتاشنز وإزاي إن إحنا هنشتغل على إيه المحدد؟ قلنا إيه النوتاشنز تاني نرجعهم مع بعض ببين خطين كده وبنقول إيه؟ أو علامة المسلس لو لقيته دي أو دي أو دي عادي أو أقول دي اي تي اي يبقى في الحالات التلاتة أي حالة دي أو دي أو دي حالات التلاتة كلهم هيجيبولي الماتريكس 2x2 ماتريكس هقدر إن أنا أوصل لهم طيب بعد ما شرحنا الحتة دي وشرحنا الدفناشن العام والكلام ده كله هنلاقي إنه إن إحنا هنبدأ نشرح إزاي إن نقدر نجيب الديترمنت بس الماتريكس 2 في ايه؟ في اتنين وبعدها هنشرح الديترمنت في حالة ماتريكس 3 في 3 طيب خليني بقى أبدأ دلوقتي بالديترمنت في حالة كام؟ في حالة اتنين في اتنين تمام؟ خيب دلوقتي بقى لو أنا عايزة أجيب الديترمنت فعلا لمصفوفه لماتريكس 2 في 2 هعمل إيه؟ أول حاجة الشكل العام تاني الشكل العام للماتريكس هو 2 في 2 يبقى عندي صفين كده وعندي عمودين حلو الكلام؟ لو لقيت هنا يبقى دي اتنين في اتنين خلاص أقدر أقول إن دي مصفوفة فعلا مصفوفة مربعة دي صارية التفكير السليم يبقى دي مصفوفة مربعة يبقى أقدر أجيبي الديترمنت طيب أقدر أجيبي الديترمنت إزاي؟ أنا عندي أول رقم ده اللي هو A11 ده كده الأولاني طيب ده معنى إيه؟ إن أنا في الصف أول وعمود أول تمام كده؟ طيب دلوقتي أقدر أجيب ده بالنسبة للرقم ده طيب لو عندي الرقم التاني A21 يبقى ده صف تاني عمود أول مظبوط الكلام؟ طيب يبقى خلاص دي هقولنا إنها الرقم A11 يبقى ده صف أول عمود أول دي A21 يبقى ده صف تاني عمود أول وإيه عندي الأرقام الباقية صف أول A12 يبقى صف أول عمود تاني ودي A22 يبقى صف تاني عمود تاني تمام؟ فده الشكل العام طيب الماتريكس الجميلة دي عايزين نعمل إيه؟ عايزين نجبلها المحدد طيب عشان أجيب المحدد أي رمز المحدد؟ رمز المحدد دي E T بمنقسين A أو إن أنا أول علامة كده A أو إن أنا أول علامة المثلس كده يبقى دي العلامات الثلاثة للمحدد ما لها بقى؟ وهاجيب المحدد لها فطبعا مش هتبقى بأقواص كده هتبقى أخطين كده عشان أنا أجيب دلوقتي المحدد A11 A12 A21 A22 وبعدين أعمل إيه في الكلام ده بقى؟ الكلام ده ما فيهوش مشكلة أقدر أجيب المحدد إزاي؟ أضرب دف ده ناقص دف ده يبقى هضرب الـ A11 مضروبة في الـ A22 ناقص A12 في A21 تمام كده؟ وأقدر أجيب الإجابة طبعا ده بس بشكل نظري برضو هناخد بشكل عملي مناء على أرقام إزاي ممكن نحل حاجة زي كده حيب خلينا نشوف المسألة اللي قدامنا دلوقتي أنا عندي هنا دي ده محدد عرفت إزاي إنه محدد عشان خطين بالشكل ده يبايزا ما ينفعش أقول عليه ماتريكس بقى هو محدد لمصفوفة يبايزا المحدد لمصفوفة عنصرها الأول ثلاثة العنصر الثاني اثنين وسالب خمسة واربعة هنعمل إيه؟ اللي باللون البنك شايفينه الخط اللي باللون البنك ده هيبقى ثلاثة فاربعة يبقى هضرب ثلاثة فاربعة ناقص كام؟ ناقص سالب خمسة في اتنين نخلي بقى لنا بقى سالب خمسة في كام؟ في اتنين يبقى احنا هنا لما جادرب السالب ده من سهوش ما افتكرش إن السالب ده من ضمن السالب لأ ثلاثة فاربعة ناقص سالب خمسة في اتنين كويس؟ طيب ثلاثة فاربعة بكام؟ باتناشر طيب سالب خمسة في اتنين بكام؟ بسالب عشرة كويس؟ يبقى 12 ناقص ناقص العدشرة يديني كام؟ يديني 22 إيه اللي حصل هنا بقى؟ اللي حصل إن الرقم ده دي قيمة رقمية قيمة رقمية لمن؟ للدتيرمنت للمحدد يبقى إذن قدرت أحصل على قيمة رقمية للايه؟ للمحدد وحيدة يبقى إذن هذا هو قيمة الايه؟ المحدد دي نقطة مهمة وكان لازم تعرفوها بس عشان إن إحنا نراجع أو نقول تاني ونكرر الكلام ده مهم جداً طيب الستريتلاين تاني ما ننسهاش يبقى دي معناها إيه؟ المحدد يبقى ده بالنسبة لو أنا بجيب الديتيرمنت عموماً بمثال رقمي لماتريكس 2 في 2 طيب تعالوا بقى ده المهمة بقى فأنا كده رجعت معكم سريعاً على ده عايزة بقى أركز معاكم على لو أنا عندي ماتريكس 3 في 3 وانا اتفاءت معاكم على الاتي اتفاءنا عليه جماعة اتفاءنا عندي طريقتين للإيجاد الديتيرمنت عندي فرست ويه؟ وايه؟ وسكند ويه؟ طيب أنا بقى الهدف هنا ايه؟ الهدف ان احنا نشرح الطريقتين عشان انتوا يكون عندكم knowledge والمعرفة الكاملة بكل اللي بيحصل as much as we can. قدر المستطاع لان فيه طرق تانية برضو نقدر نجيب بيها المحدد. ولكن ايه اللي احنا هنشتغل عليه؟ احنا هنشتغل على طريقتين. وفي الاخر يحق لكل اختيار اختيار اي طريقة منهم تحسوا انها اسهل في ايجاد ال determines. يعني ممكن هشرح الطريقتين النهاردة وفي حد يقول لا ما الطريقة دي اسهل والطريقة دي اسهل. لانا هحل بالطريقتين في المسائل حتى هحل شوية كده وشوية كده بحيث ان الامور تبقى بالنسبة لكم واضحة وما فيش اي مشكلة. والطريقتين اللي اتنين سهلين مفهمش حاجة وان شاء الله يكون المحاضرة ثالثة وبسيطة بازن الله. تعالوا بقى في الطريقة الاولى. الطريقة الاولى انا عندي matrix بالمنظر ده. دي مصفوفة. تعالوا نشوف بقى المصفوفة دي ردبتها كام؟ يعني size كام؟ يعني حجمها قد ايه؟ حجم المصفوفة دي ثلاثة في ثلاثة. طيب ده معناه ان المصفوفة دي ثلاثة في ثلاثة يعني دي مصفوفة مربعة. اذا دي سكوار ماتريكس وطالما هي سكوار ماتريكس يبقى اقدر ان انا اجيب لها الايه؟ اجيب لها المحدد بكل سهولة. طيب نركز معا مع بعض عشان نعرف احنا بنعمل ايه واحنا بنجيب المحدد للكلام ده. نركز عشان موضوع سهل اوي. اول حاجة انا لو عندي مصفوفة انا هافترض معاكم ارقام. انا بس بشكل عام هشرح الكلام اللي موجود وبعدين همثل بمثال رقمي من عندي عشان تبقى واضحة. دلوقتي ايه اللي حصل؟ انا اخدت الماتريكس دي زي ما هي اللي انتو شايفينها قدامكم. اللي ايه دي ماشي خدتها زي ما هي اهي نقلتها كويس؟ وبعد ما نقلت الماتريكس دي زي ما هي رحت واخدها صفين تاني زيادة عمودين مش صفين عمودين تمام؟ يبقى انا نقلتها زي ما هي اهم بالاخدر اتيتنقلت زي ما هي وبعدين واخدت العمودين دول اللي هم اول عمودين شايفينهم دول. اللي هو إيييييييييييييييييوي وايوا ايوا و وايوا 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 ي Bernadette مجردуп التالين يبقى انا نقلت الماتريكس ويرحت مزودة عليها تاني ويرحت مقرراتاتك أول عمودين بس كده يبقى ده أول عمود بعملها Тоب وبعدين بعمل ايه بروحوا خدا تلاتة 3 Diagonals يعني 3 أقطار من الناحية اليمين والك الأقطار بالشمال طيب هبدأ التلات أقطار اللي بالأحمر شايفين خط administrator ده ده لأسهم اللي بالأحمر خط من أول القطر ده من أول القطر ده من أول القطر ده تمام؟ وبعدين رحت وأخذ أقطار بالنحية الشمال من أول آخر تلاته يعني باخذ أول تلاته من هنا وآخر تلاته من ناحية تاني تعالوا مثلاأمثلها بنقات كده باللون تاني يبقى ده اللي هم الدول يبقى خط الأكتر اللي بالأحمر بالشكل ده وخط أكتر اللي بالعكسهم اللي هم آخر ثلاث أعمدة كده تمام؟ واللي بالأحمر طيب اللي بالأحمر هياخده إشارة موجبة واللي بالموف هياخده إشارة سالبة تمام؟ طيب خلينا نشوف اللي بالأحمر دول إيه اللي هنعمله معاهم الخط اللي بالأحمر ده إيه؟ A11 أهو وبعدين A22 وبعدين اي سري سري دول اللي في اول الخط باللون الاحمر هنعمل لنا فيهم ايه هنضربهم مع بعض اهم مضروبين زائد اللي بعده اي وان تو في اي تو وسري في اي سري وان اهم اللي بعده اي وان سري في اي تو وان في اي سري تو اهم ماشي يبقى اخدنا الثلاث خطوط اللي بالاحمر جنب بعض رصناهم ما فيهمش اي مشكلة وبعدين اللي باللزرق بقى هاخدهم بالعكس اللي هم ايه ناقص اي وان سري هم اللي باللزرق شايفينهم دول الخط اللي باللزرق اي وان سري مضروبه في اي اتنين اتنين مضروبه في اي تلاتة واحد اهم وقبلهم اشارة سالبة اللي بعده ناقص اي وان وان في اي اتنين تلاتة في اي تلاتة اتنين اهم يبقى كل اللي باللزرق مع بعضه دول الخطوط الزرق اهم مع بعضهم طب اخر خط او تالت خط باللزرق هنعمل مع ايه برضو هناخدهم يبقى اي وان تو مضروبه في اي اتنين واحد مضروبه في اي تلاتة تلاتة اهم واخدوا ايه خدوا اشارة سالبة ليه لانهم بالازرق اللي بالازرق دول ياخدوا اشارة سالبة قبله وبس كده هاجيب الحل هحسب دول بالالة على الالة كلهم مع بعض يطلع للحل طيب انا دلوقتي عايزة بقى احله كمثال عشان بس الامور تبقى واضحة فانا هقول مثال من عندي كده بالارقام بقى تمام هيبقى واضح قوي انا عندي ارقام نركز مع بعض الموضوع سهل خالص خمسة تلاتة مثلا وواحد اتنين مثلا تلاتة خمسة واحد اتنين تلاتة تمام وبعدين هاخد صف تاني بقى هنا هنزود عمودين من العمودين اللي هزودهم الناصح هيفتكر العمودين اللي هزودهم هو اول عمودين في دول بنقلهم تاني زي ما هم يعني العمود ده خمسة تلاتة واحد نقلته يعني دي المصوف انا هديها لكم جهزة اللي هي بن قسين انا هزود عليها عمودين جداد اللي هما خمسة تلاتة واحد وازود عليها عمود اتنين تلاتة خمسة المسألة دي سهلة خالص طريقة الحل دي سهلة جدا طيب زودت اول عمودين تاني نقلتهم زي ما هم مزيادة وبعدين نعمل الخطوط اللي ايه اللي باللون اللزرق وباللون اللحمر اول ما اولوكم خطوط اللي باللزرق واللحمر هتكونوا فاكرينها الخطوط اللي باللزرق اللي هي ايه هتبقى ماشية مع ايدي اليمين كده يبقى اللي هو دا هتبدأ من ده وده وده يبقى تمشي هذه هيبقى الذهابية التالية وده الخط التاني وده الخط التالي ماشي طيب وبعدين ناخد اللي باللون الااي اللي باللون الازرق ناخدهم بالعكس من دول اخر تلاتة هينه طيب هيبقى ازاي اا انتنين ماشية مع دي كده ههو وبعدين دول وبعدين دول يبا اذا احنا علمنا اللي باللزرق وبالايه وباللحمر اللي باللحمر هياخده اشارة ايه موجبة واللي باللزرق هياخده اشارة ايه سالبة زي ما اتفقنا يبا اللي ماشي باللحمر ده اللي تبع ايدي اليمين كده بالايه بالموجب والبقيين ياخدوا بالايه بالسالب يعني ايه تعالوا نطبقها بقى بقت سهلة خلاص كده هنا همسك القلم هبدأ اكتبها واللي باللحمر تعالوا نركز مع بعضها على اللي باللحمر أول سهمة بالأحمر واخد أرقام معه في إيده اللي يمين الخمسة والتلاتة والإيه والتلاتة يبقى إيه هنقول يساوي خمسة في تلاتة في تلاتة زائد اللي بعدهم السهمة اللي بعده واخد كام اتنين في اتنين في واحد برافو اتنين في اتنين في واحد زائد ليه لأن اللي بالأحمر ياخد زائد اه واخد أرقام إيه في إيده بقى السهمة الثالث بالأحمر واحد وثلاتة وخمسة يبقى واحد ثلاتة وخمسة عرفت منين أهم السهمة معدي بيمر على الأرقام دي يبقى دي الأرقام اللي معنا تمام طيب دي كده خلصته وبعدين هروح مش هسكت بقى هروح للي باللازر تعالوا أهلم لكم على اللون اللي باللازر بس ثواني تعالوا ده الخط الأولاني واللاين الثالث والرابع تعالوا نقرأ كده الأرقام بقى ده رقم اللاين الأولاني هو واخد الأرقام دي وثلاتة وواحد اللي بعده واحد خمسة واثنين وخمسة اللي بعده واخد اثنين وثلاتة وثلاتة تعالوا بقى ناخد السهم الأولاني طبعا نقولنا هناخد إشارة ساربة اللي بعده يبقى ايه واحد في ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة في واحد اللي بعده ناقص برضو لان احنا اتفقنا اللي بالزرق ياخد ناقص خمسة في اتنين في خمسة خمسة في اتنين في خمسة اللي بعده ناقص اه اه واخد في ايده ايه بقى السهم الثالث اللي بالزرق اتنين وثلاثة وثلاثة بقى اتنين في ثلاثة في ثلاثة وروح حزبة هحط الأقواص دي كلها على الألة الحسبة مرة واحدة هيطلع للنتج في مينت تمام إذن الموضوع مفهوش أي مشكلة الموضوع سهل جدا طبعا لو حد بيسمع المحاضرة كده مسجلة وبيقول كده وخلاص مش هتنفع حتى لو فاهمين لازم وراء وقلم وتحلوا معايا وتحسبوا وتطلعوا حل كمان وتكملوا تمام فده لابد منه تمام فده بشكل عام الشكل العام لفكرة إيجاد المحددات لمصفها كام ثلاثة في ثلاثة تمام نشوف بقى مع بعض كده إزاي بقى لو عندي مثال بقى أرقام تانية دي أرقام تانية جديدة هؤ برضو بس برضو معلم لكم الألوان عشان تبقى رؤية واضحة أكتر وتشوفوها معايا طيب تعالوا نشوف مع بعض أنا عايزة ماتريكس أهي الماتريكس اللي جوه دي يجي موجود دي الماتريكس اللي جوه أنا هزود لها إيه بقى هزود لها عمودين جداد اللي هما دول العمودين الجداد دول اللي هما إيه اللي هو أول عمودين بقررهم تاني مش هحنا اتفعنا على كده اللي هو العمود الجميل ده والعمود الجميل ده فما فيهاش مشكلة هوا نزلوا زي ما هما تاني عدتهم قررتهم جنبه عشان هقدر أعمل الأقطار كما هي دي الطريقة أسمع الأقطار فانا هاخد طريق الأقطار الي باليمين والشمال ثلاثة يمين وتلاثة شمال طيب الثلاثة الي باليمين أهمت احنا عملينهم هنا باللون الاخضر احلم عليهم هو عشان شوفوهم تمام ولو في لون قريب من البنكة عندي اهو هنا مثلا ممكن اقول ده قريب شوية دقرة بحاجة دون يبقى عندي ثلاث نقط باليمين وثلاث نقط هتاخدوا بالشمال طيب الثلاث نقط اللي باليمين اللي هم بالاخضر هياخدوا اشارة ايه مجابة احنا اتفقنا اللي رحيحين ناحية اليمينكة بياخدوا اشارة مجابة طيب اول شدت اللي هو تبعا النقط ontرا ده اللي هو الخط ده والخط ده والخط ده اللي هو بالاخضر فاول نقط بالاخضر ادارتكم شايفينهم اللي هو ايه ده اللي اتنين والسلب 2 و2 يبقى 2 وسلب 2 و2 اهم حلو اللي بعده صفر وخمسة وسلب 1 برافو يبقى صفر وخمسة وسلب 1 ممتاز اللي بعده 3 و1 و4 جميل يبقى 3 في 1 في 4 يبقى كده زبطنا ايه بقى يا جماعة زبطنا اللاين الاولاني واخدين كلهم علامات بلاس وزي وجميل جدا اللي بعده بقى اللي بعده هياخدوا اشارة بالسالب تمام اللي هم باللون الايه البنك بقى ده طيب هيبقوا مين اول خط شايفين الخط اول خط باللون البنبي ده 3 وسالب 2 وسالب 1 يبقى 3 وسالب 2 وسالب 1 ياخد اشارة ايه قبلها برافو عليكو اشارة سالبة اهو طيب هتقول لي يا دكتور اسراء طب ما في موجب اهو هقولك لا ماهو ده سالب ليه لان بس وانا بحل هنا مأكده عاملة خط كده عاملة قوس القوس ده بيقول ان كل دول هيسبقهم سالب عشان اخدهم مرة واحدة لكن ممكن حد تاني يعملها سالب كده سالب كده سالب كده ويشير القوس لو شايفين ان ده اسهل يعملوها تمام فيبقى اهم حاجة يعني من الاخر خلوها سالب 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 عشان تبقى اسهل عليكم تمام كده واللي بالاخدر موجب 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 لو ده اسهل لكم لو كده كده هتعملوا دول تحسبوهم مع بعض ودولوا واحدهم اعملوا كده بس لو هتحطوا كله بالقلد حسبة مرة واحدة احسن يبقى خلينا سالب 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 زي ما احنا متفقيت طيب لو خلت طلحت السالب برا القوس ما هي هي ما هو سالب هرجع اضربه تاني ب göre القوس فيخليلي الزاحد اللي انا شلتها هنا يعCHA سالب تاني فدي هيا هي دي طيب يبقى انا خلاص قلت champs سالب صالب صالب حلو الكلام طب لو جيت احبوا جيبي الرقم بقى اللي هو ايه تلاتا في سالب اثنين هو سالب واحد يبقى هيه تلاتا في سالب اثنين هو سالب واحد طيب ناخد بقى الخط اللي باللون البنبي رقم اتنين هيبقى واخد ارقام ايه بقى يا جماعة اتنين في خمسة في اربعة يبقى اتنين في خمسة في اربعة طب اللي بعده ها هيبقى صفره في واحد في اتنين اهو صفره في واحد في اتنين كويس وبعدين طبعا هنقعد نحسب بالقلل حسبة لو حسبت واحدة واحدة لكل جزء الوحده هلاقي انه الجزء الاولاني اتنين في سلب اتنين في اتنين يديني سلب تمانية طيب صفره في خمسة في سلب واحد يديني صفر طيب 3 في 1 في 4 يديني إيه؟ 12 كويس؟ اللي بعده لو ضربت دول سوا في بعض 3 في سالب 2 في سالب 1 هيديني إيه؟ 6 طيب 2 في 5 في 4 يديني 40 طيب 0 في 1 في 2 يديني 0 وطبعا قابلهم إيه؟ إشارة سالبة تمام؟ عشان دول مع بعض وكلهم سوالب فاختصرناهم سالب وحطناهم مع بعض أو إن أنا أقول أو دي دي تترجم إيه؟ سالب 6 سالب 40 سالب 0 يعني لو وزحت السوالب عادي لو حطت السالب بره وحطتهم كلهم فقوس ده صح وده صح تمام كده؟ هحسب بلالة الحسبة هيطلع للناتج سالب 42 تمام؟ دي قيمة رقمية وحيدة يعني لما أجسألكم على قيمة المحدد لازم يطلع في الآخر رقم وخلاص وشكرا يبقى كده جبت قيمة الإيه؟ قيمة المحدد لمصفوفة 3 في 3 بالطريقة الإيه؟ الطريقة الأولى تمام كده؟ في الوقت بقى جهة دور على إن إحنا نشرح الطريقة الثانية أو ما يسمى بالsecond way الثاني دويل الديترمنت ده إن أنا أقدر إزاي أقدر أجيب الديترمنت المصفوفة 3 في 3 بس بالطريقة الثانية إحنا اتفعنا خلاص شرحنا طريقة الأقطار وإزاي أقدر إن أنا أعمل الأقطار بالطريقة دي فده بالنسبة للطريقة الإيه؟ الطريقة الثانية طيب خلينا بقى إن شاء الله دلوقتي نكمل موضوعنا ونشوف إزاي الطريقة الثانية هنعملها بس أهم حاجة تشوفوا في النهاية مين الأنسب ليكم أو شايفين إنها الطريقة الأسهل بالآخر أنا عرضت الاثنين أحل بأي طريقة زي ما أحل بس في النهاية لازم تطلعوا نفس الحل أنا ممكن أديكم مثال هحله معاكم في الاكستر براكتس زي ما كل مرة بنعمل والمثال ده لما أجي أحله ممكن أنا أحله بالطريقة الثانية حد تاني شايف الطريقة الأولى أحسن فيحاول يحله بالطريقة الأولى بس لازم الحل النهائي يطلع نفس إيه؟ نفس الإجابة اللي أنا هطلعها ممنفعش حد يطلع إجابة مختلفة عن الإجابة اللي أنا إيه؟ بطلعها طيب تعالي نشوف معاكم زي ما اتفقنا وعملنا الأول للشكل النظري عموما برضو هشرحها وأقول للشكل النظري وبعدين نحل بقى بالإيه؟ بالأرقام حقيقية قدامي طيب لو المسألة اللي قدامي دي دي مصفوفة كان في كام يا جماعة دي مصفوفة 3 في 3 طيب المصفوفة 3 في 3 دي عشان أبدأ إن أنا أحلها أحلها إزاي؟ دي أولاً مصفوفة مربعة وبما إنها سكوير ماتريكس يعني مصفوفة مربعة أقدر أجيب لها الإيه؟ المحدد أو طيب رمزوا إيه بقى يا جماعة؟ دي إي تي بنقسين إيه؟ أو علامة المحدد دي أو إن أنا أعملها بشكل مسلس المسلس ده بيدل على قيمة المحدد برضو طيب خلاص بعد ما كانت عاملة كده بأقواس بالشكل ده بقت خطوط بالشكل ده طيب أنا دلوقتي عشان أجيب الديتيرمنت للمصفوفة بالشكل ده هعملها إزاي؟ الموضوع سهل قوي أنا ممكن هروح بصة بقى أخد أي عمود براحتي أو أي صف فهبدأ إن أنا مثلا براحةكم بتختاروا أي صف وأي عمود دي الطريقة بتعتمد على كده فأنا مثلا دلوقتي هعتمد إن أنا هختار الصف الأول مثلا بس بدي إشارات بقى يعني هدي دي إشارة زائد ناقص زائد ناقص زائد ناقص زائد ناقص زائد دي طريقة سابتة أخدوا بالكم يعني الإشارات اللي أنا بحطها دي سابتة أول عنصر بياخد زائد تاني عنصر بياخد ناقص وهكذا بالتبادل زائد ناقص زائد ناقص زائد ناقص زائد ناقص زائد طب وبعدين وبعدين أنا بختار براحتي أي صف وأي عمود أنا هنا هختار الصف الأول أهو ده طب وبعد ما بختاره بعمل إيه بيبقى عندي تلاتة إلي منتهم تلات عناصر اللي هما إيه واحد واحد إيه واحد اتنين إيه واحد تلاتة إيه بقى هو إيه واحد واحد إيه واحد اتنين إيه واحد تلاتة طيب إيه واحد واحد واخد إشارة إيه مجابة يبقى تاخد موجاب عادي طيب إيه واحد اتنين واخد إشارة إيه سالبة طيب إيه واحد تلاتة واخد إشارة إيه مجابة تمام؟ يبقى إذن أنا بديله الإشارة اللي موجودة له هنا بحطها جنبه كده تمام؟ طب وبعدين إيه بقى النهات اللي موجودة هنا الصغيرة دي محددات الصغيرة اللي موجودة جات منين؟ هقول لكم سهلة قوي وما فيهاش أي حاجة بروح أنا طبعا خلاص اخترت الصف الأوليني صح؟ وبعدين رحت مختارة أول وحدة أول رقم ده بعمل في إيه؟ بروح أنا متخيلة أن أنا لاغية أول صف هو فيه وأو تأول عمود هو فيه لو لغيت الصف الأول والعمود الأول اللي فيه الرقم ده اللي أنا صفرته ده اللي هو ده هيتبقى لإيه بقى معايا؟ إيه 2-2 وإيه 2-3 وإيه 3-2 وإيه 3-3 دول دول اللي اتبقوا صح؟ بعد ما لغيت الصف والعمود اللي فيه القيمة دي فيبقى في الحالة دي إيه اللي حصل؟ اللي حصل معايا إنه إنه إيه؟ اتبقى لدول طيب نفس القصة هعملها للرقم الثاني ده اللي هو موجود معايا فدلوقتي برضو يبقى خلاص أنا دلوقتي إيه؟ بدأت إن أنا أمسح تاني عشان خاطر الأرقام تبقى بعينه فدلوقتي الرقم الأولين خلصناه طيب الرقم الثاني هيحصل إيه؟ خلاص ده اتفقنا إنه هو واخد إشارة سالبة خلينا أعملها باللون الأحمر مثلا ده موجب ده سالب ده موجب اللي واخد إشارة بالموجب ده الأولاني ده خلاص إحنا لغيناه لغينا الصف والعمود اللي هو فيه وشوفنا تبقى لي إيه وكتبتهم هنا أهم طيب ناخد اللي بعده إيه واحد اتنين اللي هو هنا ده هروح عاملة إيه؟ هروح ألغي الصف الصف والعمود اللي هم فيه إيه الأرقام اللي إتبقت بقى؟ هو سالب واحد اتنين إيه الأرقام اللي إتبقت عشان تبقى جنبه هنا؟ اللي إتبقى اتنين واحد أهي اتنين تلاتة أهي وإتبقى إيه تلاتة واحد أهو وإتبقى إيه تلاتة تلاتة أهم يبقى بعد ما لغيت الصف والعمود اللي في القيمة دي اتبقى لي دول فكتبتهم جنبه طيب بعدين الرقم التالت اللي هو تالت واحد في الصف تعال نشوف هيتبقى لنا ايه جنبه نشتغل بقى على الثالثة برضو هروح شايلة لايه الصف والعمود اللي هي فيه وخلصت تفنى ان دي موجة بدي سالب دي موجة ايه اللي عايحصل بقى لو شلت الصف والعمود اللي الثالثة دي فيه هيتبقى لها مين هيتبقى دول دول اللي هاخدهم يبقوا جنبها هنا يبقى اذا ممكن اعمل بقى دلوقتي بعد ما خلصنا اعمل زي مربع ده المربع وده مربع وده مربع اهم دول ايه دول الثلاثة ارقام اللي في الصف كل واحدة جنبها خدنا لها ايه ارقام اللي اتبقت بعد ما لغينا الجزء ده وبعدين هبدأ احسب الكلام ده وطلع القيمة ليه الديترمنت او المحدد ده ليه مصفوفة تلاتة في تلاتة وهيبقى الموضوع سهل جدا احنا هنشوف ازاي بقى نقدر نحسبه بقى كامل عشان نطلع الحل بس الموضوع سهل طبعا انا عشان بشرح لكن لو حد معاه ورق او قلم الموضوع هيبقى سهل عليك وقوي طبعا بعد ما جبنا المحددات الصغيرة اللي هي اتنين في اتنين دي سهل او اجيب كامتها مش هيبقى فيها مشكلة خالص فالموضوع يبقى سهل تعالوا نشوف لو هحل مسألة قدامي بقى بالارقام نيومارك ونشوف ازاي ممكن نحله مع بعض دي مصفوفة كم في كم يا جماعة دي مصفوفة تلاتة في تلاتة ازاي بقى قدر اجيب للمصفوفة تلاتة في تلاتة دي اجيب لها قيمة المحدد اللي انا عاوز اجيبه والله يا مفعاش اي حاجة خالص انا هنا مثلا انا هقول ان انا مش هياخد للصف الاول ممكن اجرب معاك واخد بقى الايه انا اتفقت معاكو في الاول ممكن اخد اي صف واي عمود براحتي انا هافترض معاك انا عايز اجيب احلب بكل الطرق المختلفة عشان محدش يعتمد على الصف الاولين طول الوقت ممكن حد يلاقي الارقام رخمة في الصف الاول مش عايزها فانا هاحل معاكو بكل الحاجات انا هافترض دلوقتي انا واحدة اخترت اه مسلا اي حد من نقو اكس من الطلاب قالولي لا انا عايز احل بالعمود التالت اقول له حاضر اه لا ده العمود التالت صح؟ تعالوا نفتكر الاشارات مع بعض احنا قولنا ايه موجب سالب موجب صح؟ يبقى دي موجابة يبقى اكيد اللي تحتها تبقى ايه؟ سالبة واللي بديه موجابة الاشارة دي مهمة عشان الاشارات دي اللي بخدها بحطها هنا طيب وبعد ما اخترت العمود ده ايه اللي هيحصل؟ خلاص يبقى انا معايا الارقام دي هالارقام الزهبية اللي هتحليني المسألة التلاتة والستة والتسعة تمام؟ اهم تعالوا نعلم عليهم بقى تلاتة والستة والتسعة ايه اللي لاحظناه؟ ان كل واحدة خدت الاشارة اللي موجودة يبقى دي زائد يبقى دي زائد دي السلب ستة يبقى بقت سلب ستة دي زائد يبقى ايه؟ زائد تسعة حلو طب وبعدين المحددات النونو اللي جنب كل رقم جت منين؟ مين شاطر بايف تكر معايا دلوقتي جبنا الرقم اللي جنب التلاتة ده منين؟ المحدد الصغير ده اللي جواه اربعة وخمسة وسبعة وتمانية جي منين؟ لو حد مركز بس دقيقة واحدة هيعرف اولا هنروح نلغي الارقام التلاتة هيه صح؟ مش دي التلاتة اللي انا عايزة للحاجات اللي جنبها انا لغيتها هو هبص كده هلغي هلغي العمود والصف اللي هي فيه اهم هيتبقى لي ايه بقى؟ ايه الارقام اللي اتبقت لما لغيت الصف والعمود اللي هي فيه؟ اتبقى لي اربعة وخمسة وسبعة وتمانية يبقى هي دي الارقام اللي هتكتب هنا سهلة قوي مفيهاش حاجة تمام؟ طيب هروح على اللي بعده اعمل ايه بقى؟ ولا اي حاجة هروح على اللي بعده ممكن اخد لون مختلف بس عشان تبقى شكلها واضح اصفر مثلاً هروح على الستة هقول لها تعالي اهو هروح لغية الصف والعمود اللي فيه الستة إيه اللي يتبقى لو لغيت الصف والعمود اللي فيه الستة؟ ده الصف اللي فيه الستة ده العمود اللي فيه الستة هتلاقوا يتبقى ليه بقى؟ واحد واثنين ها وسبعة وتمانية يبقى واحد واثنين وسبعة وتمانية عايزة ورقة وقلم؟ لازم كلكم معاكم ورقة وقلم وبتعملوها عشان تمسكوا كده تتخيلوا وتشوفوا بفعلا تشطبوا هتلاقوا فعلا اللي يتبقى الواحد والاثنين والثنين والثمانية طيب تعالوا مع بعض على التسعة لو شلت التسعة إيه اللي يتبقى خلينا ناخد بقى لون كده أهو ده مثلا مختلف والتسعة هروح للتسعة بس من المصور اللي فوق هنا دي التسعة تعالوا نلغي الصف والعمود اللي هي فيه ده الصف اللي فيه التسعة وده العمود اللي فيه التسعة هيتبقى إيه واحد واثنين واربعة وخمسة واحد واثنين واربعة وخمسة إذن دي الأرقام اللي اتبقت لما لغيت التسعة صفا وعمودا بس ما فاش حاجة خلاص بقت سهلة قوي اي محدد اتنين في اتنين بقى بالنسبة لكم ايه كأنكم بتشربوا مية الموضوع سهلة قوي فتعالوا بقى نفك الكلام ده ده هيتفك في لحظة ايه كانها ايه كانها لعبة بازل عايزة بس صبر دقيقة هتتحل في لحظة طيب تعالوا نشوف بقى التلاتة نزلت زي ما هي تعالوا نجيب المحدد لدي مين شطر بقى يجيب المحدد لده الناس اللي فاكرة وشطرة بضرق ده ده ناقص ده ده اربعة في تمانية باتنين وتلاتين ناقص خمسة في سبعة خمسة في سبعة بكام برافو خمسة وتلاتين يطلع للحل بالقلال حسبة في دقيقة يبقى بسالب تلاتة اهو فقيمة المحدد بقت بسالب تلاتة اظن دي مفعاش مشكلة وبعدين رحنا منزلين السالب ستة زي ما هي هي تمام هجيب قيمة المحدد اللطيفة الصغير ده هيبقى كام في كام واحد في تمانية واحد في تمانية ناقص اتنين في سبعة واحد في تمانية بتمانية اتنين في سبعة باربعتاشر اهو يطلع كامل حل نشوف بقى هيطلع سالب ستة يبقى اهو تمام كده اللي بعده زي التسعة هتنزل زي ما هي وبعدين نجيب قيمة المحدد اتنين في اتنين ده هنجيبه ازاي دف ده ناقص دف ده يبقى واحد في خمسة بخمسة ناقص اتنين في اربعة بتمانية يديني سالب ايه؟ 3 اهو هحسب ده كله على انا الحسبة فتكة واحدة يطلع لي كام؟ 0 يبقى اذا محدد هزيه المصفوفة محدد المصفوفة دي بكام؟ يساوي 0 الناس الشطرة على طول شغلت دماغها فاكرين لما المحاق عموما كمعلومة اضافية المحدد لما بيساوي 0 ده معناه ايه؟ معناه ان المصفوفة دي 3 في 3 اه ماشي بس مش هيكون لها ايه؟ مش هيكون لها انفرس يبقى انا دولتي متوقعة وعارفة ان المصفوفة دي لا يوجد لها ايه؟ لا يوجد لها انفرس معلهاش ايه؟ معكوس وكمان عرفت ان اسمها ايه؟ تسمى هزيه المصفوفة بالايه؟ بالسنجلر ماتريكس تمام كده؟ طيب ده بالنسبة للايه؟ للديترمنت لتلاتة اه في تلاتة طيب خلينا بقى نروح قبل ما ننتقل لأسئلة اضافية او نعود نحل كتير هلازم طبعا نتكلم على خصائص الديترمنت؟ ماينفعش ان احنا نكون شرحنا ازاي ايجاد الديترمنت؟ وما نشرحش خصائص الديترمنت نفسها او خصائص المحددات ايه هي خصائص المحددات؟ لو عندي مصفوفة طبعا هو بيبقى سهل قوي لو عندي مصفوفة بالشكل ده كده صفر 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 خمسة اتنين واحد سبعة واحد تلاتة المصفوفة دي لو عندي اي صف او اي عمود كل صفار اعرف على طول قبل ما احل المسألة ان المحدد ده بيسوي صفر يعني لو جيت قلتلكم اوجدولي المحدد لهذه المصفوفة صفر 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 وثلاتة اتنين واحد خمسة تسعة سبعة شايفين الصف الاولاني ده مش كل صفر؟ خلاص انا ظن ان المصفوفة دي محددها يسوي صفر ضمنت خلاص ليه؟ لو اي صف او اي عمود كل صفر خلاص انا ضمنت ان المحدد هذي المصفوفة يسوي صفرا فدي ميزة ميزة ليه عشان ما عودش احسب شايفين محدد المصفوفة ثلاثة في ثلاثة مش هقعد بقى عمل كل الكالكوليشنز او كل الحسابات اللي انتوا شايفينها دي كلها هيبقى الموضوع سهل جدا تمام؟ فده بالنسبة للنقطة الاولى طيب ايه كمان؟ فيه نقطة لطيفة جدا اللي هي ان محدد المصفوفة اللي بيكون شفاكرين الترانسبوز فاكرينه اللي هو الايه؟ اللي هو ترجمته ايه؟ مبدول او مقلوب المبدول والمقلوب ده المحدد ليه؟ هو نفسه محدد المصفوفة الاصلية يعني لو عندي مصفوفة اصلية ايه؟ وروحت جايبة لها مبدول يعني بدلت هو اسمه مبدول فاكرينه؟ اللي هو بدلت الصفوف اعمدة والاعمدة صفوف ياريت الناس تكون فاكرة لو جبت المصفوفة وجبت محددها وروحت جايبة مبدول المصفوفة دي فمحدد المبدول هو نفسه محدد الايه؟ المصفوفة الاصلية يبقى محدد المبدول بيساوي محدد المصفوفة الاصلية برضو فدي ميزة دي الكاركتوريستيك مهمة قوي طيب ايه كمان؟ لو جبت ما عندي مصفوفتين مضروبين في بعض عارفين محددهم هو ايه؟ كأن بالضبط ضربت محدد الاولى بمحدد التاني دي برضو من الخصائص المهمة يبقى انا عندي دلوقتي ثلاث خصائص للمحددات اول حاجة ان لو في محدد عندي الصف كله صفار او العمود كله صفار يبقى ايه؟ يبقى المحدد دقمته بزيرو كمان حاجة من الخواص التانية انه محدد مبدول المصفوفة بيساوي محدد المصفوفة الاصلية يعني لو جبت المحدد للمصفوفة الاصلية او المحدد للمبدول الاثنين المحددين هيساوي بعض عادي جدا طيب محدد مصفوفتين مضروبين في بعض بيساوي محدد الاولى في محدد الايه التاني يبقى دي خصائص الايه المحددات طيب دلوقتي انا رايحة لسكة الليست براكتس او ان انا هشرح شوية حاجات بقى اللي هو ايه هنبدأ نحل اكتر طبعا هشرح برضو انا بحل فبالتالي المعلومة هتثبت اكتر لكل اللي قلناه بس عشان ده مهم جدا لتثبيت المعلومة وان موضوع الديترمنت يبقى بالنسبة لكم واضح بشكل قوي جدا لان الموضوع ده طبعا مهمة قوي مهمة جدا تكونوا عارفين ان المحددات من الحاجات الرئيسية والمهمة جدا عشان يعني على الاقل لما ييجي السؤال تبقى عارفين تحلوه فتعالوا نحل بقى كتير جدا على الايه على المحددات انا عندي ده اللي بجيه مصفوفة وعايز اجبلها المحدد دعالوا بقى نشوف مع بعض كده اتنين وسلب ثلاثة واربعة وواحد اجيب المحدد للمصفوفة دي ازاي اه ديترمنت الايه هيساوي كأن ممكن اقول مسلس ممكن اعملها كده ممكن اعملها ازاي تاني دي اي تي ايه كده انا كتبت لكم بكل الطرق يعني بقول المحدد يساوي يساوي ايه بقى هيبقى اتنين وسلب ثلاثة اربعة وواحد لو جبت المحدد لدي هيبقى كأن ايه دف ده نقص دف ده يبقى اتنين في واحد نقص ها سلب ثلاثة في كام في اربعة النقص ده الاساسي سلب ثلاثة ده الرقم فعشان كده فيه اختلاف يبقى دف ده نقص دف ده طيب اتنين في واحد بكام باتنين نقص سلب ثلاثة في اربعة بسلب ايه اتناشر تعالوا نحسب كده مع بعض يا جماعة اتنين سالب سالب اتناشر يديني كام اربعة عشر يبقى دي قيمة رقمية وحيدة للديترمنت يبقى انا جبت قيمة الايه الديترمنت ده ما هو عايز طيب لو حد بقى عايز يلاح دماغه وممكن بالله الحزبة تكتبه ده على طول على الايه لا يطلع لك على طول الايه الاربعة عشر عادي ده ممكن يجرب كده وممكن تجربه كده ما فيهاش اي مشكلة ابدا الطريقتين ايه الطريقتين مصبوطين وسلام وبرافو عليكو كده هتكونوا جبتوا الايجابة بشكل ايه سليم وما فيهاش اي مشكلة طيب ده بقى اهو انا هنا خدت الرمز اللي هو دي اي تي اي واحنا اتفقنا ممكن اقول مسلس وممكن اعمل كده كل دي رموز لاجاد الايه المحدد تمام طيب وبعدين عملت خطين برضو اهو تحولوا بدل ما كانوا اقواس كده وبعدين دف ده نقص دف ده وبعدين جبت الحل وطلعت في النهاية كام اربعتاشر ده الحل اللي احنا قردي جبناه فده نقص ده فده تعالوا برضو نجيب قيمة المحدد لحاجة تانية عايزة افقل وي دي يقول لك قيم قيمة المحدد للمحدد ده مديني محدد دي يقول لي بيساوي واحد واربعة واثنين واثنين عايزين نعمل ايه جماعة دلوقتي عايزين نجيب قيمة هذا المحدد مين شاطر بقى يعرف يجيب لي قيمة المحدد ده الموضوع ما فيهوش اي مشكلة سهل جدا جدا تعالوا نشوف ازاي ممكن اجيب المحدد لقيمة زي كده هعمل ايه اه برافو الناس اللي حلتها خلاص ده انا بدي فرصة للناس تحل معايا ياريت يكون في تفاعل اثناء وانا بقى مش سمحت اسجيل لأ ورع وقلم ونحل كأننا مع بعض دلوقتي يبقى واحد في اتنين ناقص كام اتنين فاربعة تمام واحد في اتنين باتنين ناقص اتنين فاربعة بكام بتمانية برافو لما اجي حل يبقى اتنين ناقص ثمانية بكام بسالب ستة اذا ايه اللي حصل هنا ضربت ده في ده وده في ده يبقى ده في ده ناقص ده في ده وخلاص بقى جبنا قيمة المحدد طيب ايه الرموز تاني نقول مع بعض ايه الرموز ممكن كنت اقول دي تي اي او اقول ايه كمان او اقول محدد كده ال اي تمام ممكن اقول دي او دي والاتنين يبقوا زي بعض هيطلع لي في النهاية ايه سالب ستة تمام فده قيمة المحدد اللي طلعت نتيجة ايه حل مسألة زي كده يبقى اذا دي برضو ما فيهاش اي ايه مشكلة او ده بقى الحل فعلا اهو طلع سالب ستة تمام يا جماعة فدلوقتي ضربنا ده في ده ناقص ده في ده فهيديني الحل بشكل اه سريع وما فيهاش اي حاجة خالص ياريت بس الناس يكونوا اه عارفين ده لان ده خلاص بعد بالنسبة لي المفروضة اساسي لان لو شفتوا طريقة حل 3 في 3 بحتاج لده بحتاج لازاي ايجيب المحدد لتنين في اتنين فهو بقى سهل قوي بدرب الدف ده ناقص دف ده ويديني الاجابة وخلاص الحمد لله جبنها صحيحة وياريت الناس اللي بتحل معايا يكونوا فعلا طلعواها سالب ستة يعني يبقى شي عظيم جد طيب تعالوا نجيب مع بعض برضو قيمة المحدد ده وتعالوا نكتبها الاول واحدة واحدة ده محدد اربعة اثنين سلب تلاتة وخمسة لو عايزة اجيب المحدد بالشكل ده يبقى هاعمل ايه هحل بقى المسألة اه هنعمل ايه هضرب دف ده ناقص دف ده طيب هتبقى الامور مشي ازاي بقى هيبقى اربعة في خمسة ناقص سالب ثلاثة في كام في اتنين هيبقى ده عشرين ناقص سالب ثلاثة في اتنين يعني زائل ستة يديني كام ستة وعشرين دي مين يا جماعة دي قيمة المحدد قيمة محدد ايه قيمة المحدد ده المصفوفة كان في كام اتنين في اتنين نشوف بقى التفكير المنطقي اللي المفروض كنت امشي عليه اللي هو كان ايه كان ببساطة جديدة كان مفروض اسأل نفسي اقول اه المصفوفة دي كم في كام فاقول لنفسي اه دي مصفوفة 2 في 2 فدي مصفوفة سكوار يعني مصفوفة مربعة يبقى اذا اقدر اجيب لها الايه المحدد يبقى ما فيهاش مشكلة طيب مين شاطر يعرف رمز المحدد كان ايه كنت بقول علامة المسلس او اقول دي تي للاي او اقول برضو انه ايه اه العلمة دي تمام دي برضو كده فانا كده بأكد تاني على المعلومات عشان تبقى الامور واضحة جدا جدا وما فيش اي ايه مشاكل في الموضوع رجاء الاهتمام بالكلام ده لانه مهم ورجاء عشان ال انا هحتاجه دلوقتي انا هحل معكم امثلة لتلاتة في تلاتة وهنلاقي نفسنا محتاجين برضو ان احنا نحل ايه ان احنا نكون عارفين خلاص ده بالنسبة لي عايزاكوا تعرفوه كأنكوا بتجمعوا الجامع العادي حاجة كده سهلة يبقى دف ده نقص دف ده فده اللي حصل فعلا ضربنا اربعة في خمسة اهو هنا نقص سالب تلاتة في ايه في اتنين يبقى دول مع بعض ودول مع بعض ففعلا دي طلعت عشرين وده هيطلع ستة فيديني الناتج ستة وايه وعشرين يبقى ده اجابة مين ده اجابة السؤال ده وفعلا طلعت قيمة رقمية وحيدة ما فيهاش اي مشكلة خالص لان طبعا احنا عارفين ان قيمة الديترمنت او قيمة المحدد لازم يطلع ايه جماعة لازم يطلع قيمة رقمية ما حدش بقى يروح مطلعهولي مثلا ماتريكس لا هيبقى فيه غلط يبقى لما اقول اوجد قيمة المحدد لازم يطلع رقم وحيد رقم وحيد ونخلي بالنا واحنا بندر اه انا عارفة ان ده في ده ناقص ده في ده يبقى فيه اشارة سالب هنا رئيسية ويعا بحل كل دي تركات عشان ما حدش ييجي ونسيت وجيجي لأ دي بقى حاجات ما فيهاش غلط وحاجات انا باكد عليها في الشرح عشان بقى اعملت اللي عليها امام الله سبحانه وتعالى فده ورقة وقلم كده جماعة معلش ونكتب وتحلوا لوحدكو عشان فعلا تطلعوا الاجابة صحيح دلوقتي بقى خلينا ناخد افلويشن للديترمنت ولكن في حالة 3 في 3 طيب قدام حضراتكو ده دلوقتي تعالوا نشوفوا الردبة اه ده 3 في 3 يبقى دي سكوير ماتريكس يبقى قدر اجيب لها الديترمنت طيب ازاي قدر اجيب بقى الديترمنت لحاجة زي كده الموضوع سهل وبسيط احنا اتفقنا الاول لازم احدد يا اما صف يا اما ايه يا اما عمود براحتي فانا عشوف معاكم لو اي حد اختار مثلا الصف الاولاني خلاص بس ناخد بالنا من الاشارات بقى يبقى ده موجب ده سالب ده موجب طب لو حد اختار الصف التاني اه نحن عارفين اشاراتهم سابتة من الاول الاولين التا الصف التاني اشاراته كده سالب موجب سالب موجب سالب موجب هو كده بالعكس طيب في اي حد بقى ياخد ده او ده او ده كل حاجة براحتكو زي ما انتو ايه عايزين طيب ده بالنسبة المصفوفة مقدرها كام 3 في 3 طيب خلينا بقى نشوف ازاي ممكن نقيم نعمل evaluate او نجيب determine ومين الصف اللي هاختره او العمود طبعا كل واحد براحته يعني ده مش اجباري كل حد براحته انا هنا استخدم مثلا second way وهشوف انا هاختر معاكو اي صف او اي عمود ممكن حد تاني يجرب معايا ويحل مثلا انا ممكن اختر الصف الاول مثلا حد تاني لا نفسه ياخد الصف الاخير يبقى جربوا الصف الاخير بس خلوا بالكم الاشارات يبقى موجب سالب موجب ويجرب ويحل بنفس الطريقة اللي انا شرحناه في حلال المحاضرة ولازم حل ويطلع نفس حلي ويجرب ده هيبقى حاجة لطيفة جدا فتعالوا نشوف حل المسألة دي هنحله مع بعض ازاي انا بقى بيقدامي المسألة زي ما انتم شايفين كده فانا هبدأ احلها ده هو الصف انا هختار الصف الايه الاول ده الصف الاول اللي انا هختار وهشتغل عليه واشوف ممكن اجيب الحل ازاي احنا اتفقنا الاشارات ببدأ بالموجب سالب موجب طيب هبدأ اخد الارقام رقم رقم اول رقم اللي هو ايه الواحد اللي هو ايه موجب طيب لو جيت ااخده هيبقى اعمل ايه بقى احنا اتفقنا مع بعض الكلام ده ثابت من قبل كده الواحد اهه يبقى يساوي موجب واحد وبعدين ولا اي حاجة هيبقى جنبها انه هيا كده هعرفها دلوقتي هيجيب بقى ارقامها ازاي اللي بعده هيبقى سالب اتنين وبعدين جنبها محدد صغير كده وبعدين هه زائد نقص واحد او زائد نقص واحد اهي وجنبها محدد طبعا الزائد ده انا كتبته بس عشان ايه اكتبه هنا يبقى انا باهتم بالاشارة عشان اقولكا انا مهتمة بالاشارة طب بعد ما رستتكم كده خلاص بقى اشوف كل النونو ده اجيبه ازاي تعالوا نفتكر تانيكو انا بنجيبه ازاي بروح جايبا انا عايزة الواحد اللي عند الواحد بروح اعمل ايه بروح شد بالصف والعمود اللي فيه الواحد اهو يتبقى لي ايه يتبقى لي دول اللي هو صفر واتنين واحد وواحد يبقى ايه 0 2 1 1 تمام كده؟ طيب ده أول جزء اللي بعده هروح لللي بعده اللي هو ده اللي 2 ها ايه يا ترى الأرقام اللي هتبقى مصاحبة لها وجنبها هنا هشوف هروح لغي الصف والعمود اللي فيه اللي 2 بالروحة كده اهو لو لغيت الصف والعمود اللي فيه اللي 2 يتبقى لي ايه؟ يتبقى لي 3 و 4 و 1 و 1 يبقى 3 و 4 و 1 و 1 طيب اللي بعده هلغي بقى برضه اللي ايه اللي 2 هلغي مين بقى؟ ده السلب واحد اهو هنا يبقى أنا عايزة الأرقام المصاحبة للسلب واحد هروح عاملة ايه؟ لغي الصف والعمود اللي فيه اللي 1 يتبقى لي ايه بقى؟ 3 و 0 و 4 و 2 3 و 0 و 4 و 2 دول اللي اتبقوا وابدأ احل تعالوا نحل سوا بقى مع بعض شوفوا ما خدتش دقايق معايا سهلة قوي فاش حاجة طيب يبقى الواحدة ينزل زي ما هو بعدين انت فعل المحدد الصغير ده سهل ان انا جيبه بجيبه ازاي؟ دف ده نقص دف ده و خلاص قلتلكم بقى دي لازم تعرفوا اتجيبوها بسهولة فيبقى هنا عندي اهو زي ما انتو شايفين يبقى هم دول اللي انا طلعتوهم معاكم يبقى دف ده نقص دف ده يبقى صفر في واحد نقص واحد في اتنين طبعا الواحد خلاص كده واحد اي حاجة في واحد بنفسه فخلاص يبقى ده الجزء ده طيب وبعدين زائد اللي اتنين ايه؟ دي اعمالها دي كانت بالسالب اصلا تمام؟ طيب يبقى سالب لان احنا اتفقنا ده سالب اتنين اهو يبقى سالب طب وبعدين نعمل ايه بقى؟ ها هنعمل ايه هنا؟ هنحلها بقى خلاص المسألة كده يعتبر اتحلت ومفاش اي حاجة هنا يبقى ايه؟ هيبقى عندي الاتنين واروح حلنا بقى القز ده ده يبقى ايه؟ تلاتة في واحد نقص اربعة في واحد اهو تلاتة في واحد نقص واحد في اربعة طيب وبعدين السالب واحد اهو زي ما هو هنا ايه هو سالب واحد ما بيكتبش اهو هنا واروح فكة ده خلاص احنا قلنا فكة اتنين في اتنين دي بقت سهلة عليكم تلاتة في اتنين نقص اربعة في صفر اهو تمام كده؟ طيب وبعدين نعمل ايه بقى؟ خلاص لو مسكت القلل حسبة وحسبت كل الكلام اللطيف ده هيطلع لي بتكة واحدة سالب ستة تمام؟ يبا ايزا ما فيهاش اي مشكلة خالص والمسألة سهلة جدا جدا ده بالنسبة لايجاد الايه المحددات في حالة ايه جماعة؟ في حالة اه تلاتة في تلاتة وبالطريقة الايه؟ الطريقة التانية طبعا سهلة قوي والمفروض ان انتو يكون الموضوع ده بالنسبة لكو اصبح سهلة برضو لان احنا هنا مش بنحسب بحاجة معقدة ولو حد بقى يعني معاورة وقلم خلاص المسألة دي بقت زي ابي سوف كيك الموضوع بقى سهل لما فيهاش حاجة تمام؟ تعالوا مع بعض بقى نحل المسألة اللطيفة دي بس انا المرة دي بقى يا جماعة هاخدكوا ان احنا نحل الايه؟ بالسطر التاني ده ماشي؟ تعالوا نحل مع بعض بالسطر الايه؟ الصف التاني بدل ما كل مرة بنحل بالصف الاول ولا عمو التالت لأ المرة دي تعالوا نحل بالصف التاني بقى لو جيت احل بالصف التاني ايه اللي هيحصل؟ خلاص برضو ادور وافكر بدماغي بالاشارات تعالوا ممكن نعمل الاشارات باللون الاخضر مثلا عشان يبقى مميز احنا عارفين ان دي موجب سالب موجب اه يبقى دي سالب احنا خلي بالنى بقى يبقى دي سالب موجب سالب لو جيت احلها انا هحلها معاكوا دلوقتي بسرعة يعني مش تاخد معايا وقت خالص فعشان كده هي سهلة قوي يساوي المحدد يساوي دي اي تي كل دي رموز للمحدد اعمل ايه بقى؟ هاخد الارقام اللطيفة دي اللي هي سالب 3 وليها محددها اللي جنبها النونو زائد اللي بعده صفر وجنبها النونو اللي بعده سالب 1 وجنبها محدد صغر نونو كده طيب ايه بقى الارقام اللي جواهم كل محدد صغير؟ هتيجي منين؟ بطريقة البازل او طريقة شغل الاطفال بقى السهلة دي ان انا اعمل ايه؟ تعالوا كده اه هلغي بالراحة كده انا هنا عند السالب 3 يبقى خلاص ألغي الصف والعمود اللي فيه سالب 3 يبقى دي سالب 3 هي الجميلة اروح لغيها كده بالراحة اهو والغي العمود اللي هي فيه يبقى لغيت الصف اللي هي فيه والعمود اللي هي فيه ايه ايه الارقام اللي تتبقى؟ اه اتنين وسالب 1 اه نقلهم بقى اتنين وسالب 1 وإيه كمان واتنان وواحد نخلي بقى لنا إشارات المحدد اللي بتنزل هنا زي ما هم دول اللي بس إشاراتهم بركز على الإشارات الجديدة اللي أنا بحطها لكن الباقي دول بلق المسألة زي ما هي الأرقام اللي هي هنا دي طيب اللي بعده من اللي علي الدور عايزة الأرقام المصاحبة للصفر إيه الأرقام المصاحبة للصفر هلغي صفا وهلغي العمود اللي هو فيه يتبقى لي إيه بقى لو لغيت الصف والعمود تعالوا نتخيل كده لو لغيت الده ولغيت ده كده تبقى لي إيه واحد واربعة تعالوا نكتبهم سوا واحد واربعة وسلب واحد وواحد تمام يبقى أنا إذن لغيت الصف والعمود اللي فيه الرقم ده طب اللي بعده لو لغيت بقى اللي هو إيه اللي هو الجزء ده اللي هو الأرقام المصاحبة السلب واحد اللي هو هنا ده. هعمل ايه? هروح برضو لغي الصف والعمود اللي هي فيه. يتبقى لي ايه بقى? واحد واثنين واربعة واثنين. واحد واثنين واربعة واثنين. هبدأ احل. هفك ده. وفك ده. وفك ده. تمام? وطلع الحل لكل واحد. طبعا دي بقى هتبقى اسهل ما يمكن اقدرح لها فيما فيش. فيبقى ايه? سلب تلاتة. لو وجيتها حيل لده. احنا اتفنا ده في ده. ناقص ده في ده. يبقى اتنين في واحد باتنين. ناقص آآ سلب واحد آآ في اتنين بسلب اتنين. يبقى كأنها موجة باتنين. يعني اربعة. اللي بعده. صفر في اي حاجة يبقى ده كده مش محتاجة احسابه. ليه? لانه هيتلع بصفر اصلا. يعني ده هيبطلع بصفر. صفر في اي محدد هيتلع بصفر. فخلاص. اللي بعده. سلب واحد الاخيرة بقى دي. آآ مضروبة في قيمة ده. دف ده ناقص دف ده. يبقى واحد في اتنين باتنين ناقص اتنين فاربعة بتماني. يديني سلب ست. تمام? يبقى سلب ست. يبقى هنا سلب تلاتة فاربعة بسلب اتناشر. وهنا زائد ست. يديني سالب ست. تمام? يبقى لو في اي ارقام حصل فيها اي حاجة ولا لأ من الحل نفسه. ففعلا طلع سالب ستة اهو. مضبوط. وطلعنا كل حاجة سلينا. عملنا ده ازاي? عملنا بطريقة سهلة جدا. ما فيهاش اي حاجة. كل اللي احنا عملناه ان احنا اعتمدنا على الصف التاني ده. وعملنا الاشارات زائد وموجب. وناقص لان احنا عارفيني الاشارات دي. دي قعد قاعدة اشارات المحد. لازم تكونوا عارفيني. انا وهاخد الصف التاني يبقى سالب موجب سالب. طب وبعدين اهو. سالب موجب سالب. وخلصناها حلناها وطلعنا الحل. وطلع الناتج اي في النهاية سالب ستة زي ما احنا طلعناه. طبعا ده كنتش محتاجة ان انا حسابه. بس يلا انا حسابته معاكم. بس اي بعرفكم. وانا بحل شوفوا اختصرت الحل. مش لازم لان انا عارفة صفر في اي حاجة. بصفر. ففي الاخر طلعت صفر اي في النهاية. تمام? دي برضو حاجة من الحاجات الايه المهمة. طيب. احنا بقى دلوقتي لما نيجي نحل. يبقى هنحل لانا حلت بالصف التاني. طب نفترض مثلا انه اكس من نوكو عايز يحل بصف بالصف التالت. عادي ايه المشكلة? يروح واخد الصف التالت اهو. ويروح عامل زائد سالب زائد. وبعدين يبدأ يحله. ماشي? يبقى خلاص كده. تمام? يبقى هنبدأ نحل الكلام ده وما فيوش اي مشكلة خالص. ام. هيبقى ايه برضو لازم في النهاية الناتج اللي هيطلع مع اي حد فيكو. اي حد هياخد اي صف او اي عمود انا بيحتحداكو. لازم يطلع سالب ستة. لو اي حد ما طلعش السالب ستة يعرف ان في عنده حاجة غلط. يبقى انا كدكتورة اسرق دلوقتي حلت معاكو بالصف التاني. ممكن اي حد يختار اي عمود واي صف تاني غير اللي انا قلته. ويحل لازم يطلع نتيجة المحدد لازم تطلع سالب ستة. اخدوا بالكو. الموضوع ده مهم جدا. لو انا عايزة برضو اعمل افالويت ليه قيمة هذا المحدد. والمحدد ده برضو عبارة عن كم في كم يا جماعة عبارة عن تلاتة في تلاتة. فالمحدد ده عشان اجيب قيمته لازم احصل على قيمة هذا المحدد عن طريق اي بقى؟ عن طريق ان انا اجيب عن طريق ان انا اختار برضو صف معين او عمود معين وابدأ ان انا احل ايه؟ احل المسألة. طيب. لو انا جد دلوقتي اخترت اي عمود واي صف لازم في الاخر يطلع لنفس الايه؟ نفس الحل. واحنا اتفعنا علامة المسلس دي معناها ايه؟ معناها انها قيمة المحدد. تعال نشوف مع بعض ازاي هبدأ احل المسألة. ويا ترى هختار اي صف واي عمود. وانتو برضو ممكن تحلوا وتختاروا اي صف واي عمود انتو عايزينه براحتكو. وممكن لو حد عجبته طريقة الاقطار اللي هي عملنا فيها اسهم دي ممكن يحل بيها برضو. ولازم يطلع برضو نفس الايه؟ نفس الحل يا جماعة. فناخد بنا. تعالوا نشوف. اه دي المحدد قدامي. وده المحدد ده ثلاثة في ثلاثة زي ما اتفقنا. فانا المفروض دلوقتي اخترت الصف الاول. فانا براحتي انا اخترت الصف الاول. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه في الموضوع ده. اول حاجة ده الصف الاول. ايه اشاراته يا جماعة فاكرين؟ موجب سالب مومة. ازا دي هتبقى زي التلاتة ايه؟ اه سالب سالب اربعة. يبقى سالب سالب اربعة. ليه؟ لان فيه سالب هنا طلعت وسالب سالب اربعة الاصلي. زائد خمس اهم. بس كده خلصنا اشارات وحطنا الارقام. لما جرس بقى القصة دي. يا ترى بقى ايه الارقام المصاحبة للتلاتة هم دول. وايه المصاحبة للاربعة هم دول. طب جم منين؟ ايوة خلاص بقى انتوا بقيتوا عارفين القصة. لو التلاتة هروح لغي الصف والعمود اللي فيه التلاتة. يروح متبقى لي ايه؟ واحد وسالب اتنين وتلاتة واحد. يبقى دي تمام. طب اللي بعده. ها السلب اربعة لو لغيت الصف والعمود اللي فيه يتبقى لي واحد واتنين وسلب اتنين وواحد اهو اللي بعده لو لاغيت الخمسة الصف والعمود اللي فيه الخمسة تعالوا نشوف كده بس عشان احنا كده ما بقناش نلاقيين قبل كده حاجات اهو الخمسة كانت هنا لاغيت الصف والعمود اللي هي فيه اتبقى لي دول يبقى واحد واتنين واحد وثلاثة اهو تمام كده بقى الموضوع سهلا قوي تعالوا نحلها سوا بقى مع بعض طبعا انه نهات دول الصغيرين بقوا سهلين اوي ما بيناش محتاجين منهم ما بيناش الموضوع صعب يعني زي الاول با خلاص بقوا اتنا عارفين نعمل ايه تعالوا نشوف هنعمل ايه بقى هنا هدرب دفده ناقص دفده يبقى واحد في واحد في واحد ناقص سالب اثنين في تلاته يديني ستة يبقى بقى كده تيب وبعدين اللي بعده سالب سالب اربيه يبقى زايد اربعة وبعدين دفدة ناقص دفدة يبقى واحد في واحد بواحد سالب سالب يبقى موجب اتنين في اتنين باربعة يبقى دي تمام اللي بعده زائد خمسة دف ده بتلاتة ناقص واحد في اتنين باتنين يبقى اذا حلينا وجبنا قيم المحددات دف ده مقص دف ده بقى الموضوع مفوش مشكلة لو جينا مرة واحدة مسكنا لقال الحزبة وحطينا ده كده بس بالققواس بقى وكده هيطلع لي على طول الناتج ستة واربعين طب لو مسكتها حتة حتة عادي اجي بقى اهو التلاتة هنزلها زي ما هي واحد زائد ستة بسبعة حلو الزائد ننزل زي ما هي اللي اربعة اهيه واحد زائد اربعة بكام بخمسة حلو بعدين زائد اهو الخمسة نزلت تلاتة ناقص اتنين بواحد اهو حلو نكمل تلاتة في سبعة بواحد وعشرين اربعة في خمسة بعشرين خمسة في واحد بخمسة نحسب كل دول على الآلة واحد وعشرين زائد عشرين زائد خمسة هيديني الحل كام هيديني الحل ستة واربعين وده ويتش مين ذات انه هو انا كده جبت قيمة الايه او قيمة المحدد هافترض معاكم ان حد تاني مش عاجبه الصف الاول قالك لأ انا عايز الصف التالت عادي نجرب ونحل ونغلط اي مشكلة بس لازم تكونوا عارفين ان اجابة الصف التالت برضو هتطلع لي برضو نفس الناتج اللي هو ستة واربعين حد قالك لأ انا الطريقة دي مش عاجباني انا عاجبني الطريقة الاولى اللي شرحتها دكتورة اسراء اللي هي طريقة الاقطار روحوا على طريقة الاقطار حلوا بيها بس في الاخر برضو لازم الحل يطلع كام ستة واربعين دي نقطة مهمة يجب الاشارة اليها تمام كده طيب اللي برضو مسألة تانية بيكون لأ طبعا امزامبلز وامثلة عشان يبقى الموضوع من نسبابكو بقى ايه بقى سهل بقى مفوش مشكلة انا برضو هنا المحدد ده قمتوا في كم يا جماعة هدف ان انا اعمل ايه اجيب قيمة المحدد طيب المحدد رمزه ايه ممكن علامة المسلس ممكن العلامة دي او ممكن ان انا اقول دي تي بنقسين ايه ماشي يبقى ده المحدد يعني المحدد هيبقى تلاتة في تلاتة بالشكل ده طيب انا عشان اجيب قيمة هذا المحدد يجب ان انا اختار اما اي صف او اي عمود برحتي بس اكون عارفة قعدة الاشارات اشارات الاعمدة والصفوف احنا اتفقنا هيبقى ماشي كده موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب لو اخترت العمود التالت هيبقى دي اشاراته طب لو اخترت الصف التاني هيبقى ده اشاراته وهكذا فانتوا خلاص عارفين بقى بنوزع الاشارات ازاي تمام هي الاشارات دي قعدة سابتة دي قعدة سابتة دايما الصف والعمود اللي هتختاره هو اللي هيحدد انت هتعمل او هتمشوا ازاي؟ تمام كده؟ طيب انا مثلا اخترت مثلا ايه؟ اخترت برضو الصف الاول فلو الصف الاول بالنسبالي هيبقى ماشي ازاي؟ اللي هم مدوه وانا عارفة اشارتهم موجب سالب موجب تعالوا بقى نمشي كده هيبقى اتنين اهي موجب اتنين عادي وبعدين سالب تلاتة بقت سالب اهو وبعدين اللي بعدها موجب سالب ايه خمسة يبقى موجب سالب خمسة اهي خلاص كده خلصنا قاعدة الاشارات وحطينا الارقام بس كل رقم من دول هيبقى ليه معايا جنبي نونو كده مصاحب ليه محدد صغير مصاحب ليه هيبقى يحصل ايه بقى المحدد المصاحب ليه ده هيبقى الجزء ده هجيبه ازاي؟ هجيبه بطريقة الايه؟ الاليميناشن او طريقة الشطب طيب الاتنين الاولى اللي هي دي او هشطب الاتنين الصف اللي هي فيه الاتنين والعمود اللي فيه الاتنين يتبقى لي ايه؟ اهو يتبقى لي واحد وسالب اتنين واربعة وواحد اهم خلاص كده مفهاش مشكلة اللي بعد وطبعا بنقدر نجيبكم متر المحدد اللي بعده بقى ممكن ااخد لون مختلف بقى دي ازنوكو ناخد الموف مثلا التلاتة التلاتة اهي هشطب الصف اللي فيه التلاتة والعمود اللي فيه التلاتة شطبط العمود والصف اهو اتبقى لي ايه بقى؟ هيتبقى لي 7 وسلب 3 وسلب 2 و 1 ماشي؟ طيب إلا بعده لو السلب 5 امراكز سوا مع بعض أهو السلب 5 اهي؟ ماشي أنا هشطب كده برضو أقوى بقى لأنه خلاص أنا مش محتاجها تاني للمسألة هشطب دي و دي هيتبقى لي ايه؟ هيتبقى لي دول 7 و 1 وسلب 3 و 4 أنا شطبت الصف اللي فيه 3 اللي فيه السلب 5 والعمود اللي فيه السلب 5 لأنه أنا شغال عليها دلوقتي هيتبقى لي اهي سبعة وواحد وسالب ثلاثة واربعة هم دول اللي هم دول هنا تمام كده طيب ده أنا نفس الشغل التانية اللي قابلي كده هو نفسه بعيد تاني لكي نفس الكلام طيب هعمل ايه بقى خلاص يا جماعة كده الموضوع اصبح في غاية السهولة هنعمل ايه بقى هضرب دف ده وده في ده طيب نيجي نعمل القصة دي بقى هيبقى ايه دف ده بواحد ناقص دف ده يبقى واحد في واحد بواحد وسالب سالب اتنين في اربعة يبقى تمانية يبقى تحلت اللي بعده سالب تلاتة اهيه ودف ده بسبعة ناقص سالب اتنين في سالب تلاتة يبقى سالب ستة اللي بعده هنا سالب خمسة دف ده ناقص دف ده يبقى سبعة في اربعة بتمانية وعشرين ناقص واحد في تلاتة في سالب تلاتة يديني ايه موجب تلاتة لان فيه ناقص ناقص تمام طيب دي ما فيهاش مشكلة ممكن امسك القلة الحزبة مرة واحدة واطلع قيمة رقمية واحدة اه ممكن طيب وممكن عندي حل تاني امسكها واحدة واحدة بقى اتنين واحد في زق التمانية بتسعة اتنين في تسعة بتمنتاشر اللي بعده سبعة نقص ستة بواحد تلاتة في واحد بتلاتة والسالب هونزل زي ماهو اللي بعده تمانية وعشرين زق التلاتة يديني واحد وتلاتين واحد وتلاتين في خمسة يديني مية خمسة وخمسين اهو وطبعا السالب هونزل همسك دول بالقلة الحزبة 18 نقص 3 نقص 155 يطلع لي على طول سالب 140 تمام كده؟ طب نأكد تاني بقى الكلام الجميل ده السالب 140 اللي طلعت دي بقى تمام؟ دي لازم لو اي انا اخترت الصف الاول ممكن حد يختار الصف التاني حد يختار الصف التالت حد يروح مختار عمود العمود التاني كل واحد حر في اختياراته بس في الاخر لازم يطلع قمة المحدد كام؟ سالب 140 لو حد يا جماعة طلحها اي رقم مختلف عن السالب 140 يعرف ان فيه مشكلة بس يجب ان انتو تجربوها او تجربو طريقة الاقطار تمام؟ طريقة الاقطار لطيفة قوي خطوط ونحل ونخلص لو شايفين انها اسهل طبعا كل واحد يحل بالطريقة اللي هو شايفها انتو كده عندكو طرق كتيرة حلوا بالطريقة اللي انتو شايفينها تعالوا بردو نشوف الاكزامبل اللطيف ده ده هنا انا عايزة دي مصفوفة كان في كامل اول ثلاثة في ثلاثة اذا هي مصفوفة ايه؟ مصفوفة مربعة وطالما دي مصفوفة مربعة اقدر اجيب لها الايه؟ اقدر اجيب لها المحدد يبقى ديترمنت الايه؟ او بعمل لها ايه كده؟ ما بين ايه؟ خطين بالشكل ده طيب لو جبت المحدد لمصفوفة بالشكل ده اه ده راحل المحدد ازاي؟ سهلة قوي هنحله مع بعض دلوقتي وهنشوف ازاي اتنى الطريقة سهلة جدا مش محتاجة اي ايه مجهود تعالوا نشوف بقى الموضوع ده ويا طرح هختار اي صف واي عمود وانتو برضو هتختاروا اي صف واي عمود انا هنا اخترت الايه؟ الصف الاول اهو الصف الاول ده موجب سالب موجب عارفين كده؟ قعدة الاشارات بتقول كده يبقى موجب خمسة اهي وبعدين سالب سالب واحد طبعا سالب سالب واحد يديني موجب واحد عشان ما حدش يسأل ليه موجب هنا اللي بعده زائد اربعة تمام كده؟ حلو الكلام طيب وبعدين هنعمل ايه بقى؟ هحل بقى خلاص هشوف بقى لو انا بشطب هخلص مين ومين اللي هيتبقى والكلام ده كله تعالوا بقى نخلص الكلام اللطيف ده هنا لو شطبت دي ودي يتبقى لي ايه بقى؟ اه هيتبقى لي اه تلاتة وخمسة يبقى خمسة هنا هه ماشي؟ هيتبقى لي تلاتة وخمسة وسالب اتنين وستة لو فكنا ده هيطلع لي اجابة دي تمام؟ اللي بعده لو جينا زائد واحد هه يتبقى لي ايه بقى بنقسين هنا هه هنشيل الصاء العمود اللي فيه السلب واحد اللي هو مين؟ ده تعالوا نعمله باللون الاحمر واليكن ده السلب واحد اهو يتبقى لي ايه بقى هنا؟ يتبقى لي اتنين وخمسة وخمسة وستة تمام؟ اللي بعده المفروض ده بقى المفروض تكونوا انتوا عارفين بتحلوا دلوقتي الموضوع ايه؟ سهل اول هشيل برضو دي المرة دي المفروضة انها هشيل مين اللي الاربعة لو شيلت الصف والعمود اللي فيه اللي اربعة هيتبقى لي الجزء ده اللي هو اتنين طبعا خلينا بقى ناخد اللي ايه زائد اربعة لو خدت هيتبقى لي ايه؟ هيتبقى لي هنا اتنين وثلاتة وخمسة وسلب اتنين هنبدأ نفك كل جزء لو ده فكناه هيطلع بالقيمة دي هيبقى تلاتة في ستة ناقص خمسة في سلب اتنين يعني تمنتاشر ناقص وناقص يدي موجب عشرة ده برضو هيبقى دف ده يبقى تنين في ستة في اتناشر ناقص كام؟ ناقص خمسة وعشرين هنا برضو هندرب دف ده وناقص دف ده يعني اتنين في سلب اتنين يديني سالب اربعة ودف ده يديني ايه؟ سالب خمستاشر لو جيت الدت ده للألة الحسبة كله مرة واحدة هيطلع لي ناتج اللي هو 51 إذن 51 دي هي قيمة المحدد ولو أي حد حل بنفس الطريقة هيطلع نفس الحلول برضو ما فياش أي مشكلة إن شاء الله وإن شاء الله المسألة دي لو حد خد أي صف أو أي عمود بالنسبة لكم هتبقى إيه سهلة لو خدنا كل يعني لو خدنا بقى أقطار أو أي حاجة هيبقى الموضوع إيه ما فيوش أي مشكلة الموضوع إيه سهل جدا في يعني في النهاية لو خدنا أقطار خدنا صف أي عمود أي حاجة هتطلع نفس الحل بفاش مشاكل يعني لازم في الآخر النهاية كلكم تطلعوا لي قيمة المحدد بكام ب51 لهذه المسألة تمام كده طيب بكده هنكون وصلنا لنهاية محاضرة النهاردة وإيه اللي فيها بنتكلم على lecture طبعا زي ما اتفقنا في نهاية كل محاضرة بتكلم على lecture summary أو ملخص للمحاضرة في هنا عندي definition of the determined دي أول نقطة اللي تكلمنا فيها ووضحت مفهوم ال determined وإتفقنا إن فيه notations معينة لل determined اللي هي علامة المثلث أو إن أنا أقول علامتين خطين كده أو إن أنا برضو أقول دي اي تي وحط بين خطين ال اي يبقى إذن دي علامات أو notations لل determined كمان اتكلمنا إزاي نقدر نجيب determined لمصفوفة 2 في 2 وقلنا إن determined لازم ييجي لإيه؟ للمصفوفة المربعة يما 2 في 2، 3 في 3، 4 في 4 وهكذا كمان شرحنا إزاي نجيب determined في حالة الثلاثة في 3 بالطريقة الأولى اللي هي طريقة الأقطار وكانت طريقة لطيفة جداً عبارة عن أسهم وبنحل وبس محتاجة تركيز مع السهم وخلاص وبتتحل مفهاش أي مشكلة وعندي الطريقة الثانية اللي هي second way ويه اللي هي إن أنا بختاري إما صفي إما عمود براحتي بس أكون ملتزمة بقعدة الإشارات للعمود أو الصف اللي هختاره وابدأ أحل طبعاً حلنا عليها كتير جداً ولكن في النهاية الإختيار ليكو إما نختار الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية وكمان في الطريقة الثانية نختار براحيتنا إما الصف اللي إحنا عايزينه أو العمود اللي إحنا عايزينه ولكن في النهاية لازم الإجابة تطلع هي إجابة واحدة لكل الناس محدش يختار نفس الإجابة كل مرة فدي نقطة مهمة جداً جداً يجب أن أنتوا ترعوها أنا بكده أكون وصلت لنهاية محاضرة النهاردة أرجو من الله سبحانه وتعالى أنها تكون سهلة وأرجو من الله أن يوفقكم ويرزقكم التوفيق والسداد بإذن الله تعالى أنتوا بس محتاجين تركزوا في المحاضرة وإن شاء الله هتكون سهلة جداً وبإذن الله أراكم في محاضرة جديدة قادمة بإذن الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة